طيب ترتيب المجموعة الرابعة في صدارة فارق الهداف بيروز الإيراني أربع نقاط في المركز الثاني الهلال السعودي أيضا بأربع نقاط في المركز الثالث الريال القطري ثلاث نقاط وأخيرا الوحدة الإماراتي بدون نقاط هذه الجدول ترتيب المجموعة اللي فيها الفريق الهلالي الدكتور الهلال يظهر بصورة غير مقنعة بالرغم من الفوز قدام الريال نقدر نقول اليوم بأن الحظ لعب دور مع المدرب دياث أولا نبارك للهلال مثل ما بركنا للأهلي ونقول الحقيقة انتصار للأهلي وانتصار للهلال لمصلحة كرة السعودية بالتأكيد الهلال المهم في الموضوع اليوم أنه ثلاث نقاط أداء في الملعب الهلال لم يكن سيء كان أداء جيد وفي سيطرة ميدانية بالكامل أمام فريق كان يريد أن يخرج حتى بالتعادل لكن أنا بالتأكيد فيه أخطاء فنية من المدرب فيه جزئية مهمة اللي هو روح اللاعبي يعني اللاعب الهلالي اليوم يمتلك إمكانة فنية عالية موقعة بملايين الفلوس الغالية جدا أو العقودة للغالية أو العالية وبالتالي أنت تريد أن تشاهد هذه العقودة على أرض الملعب يعني بكل أمانة الروح اللي نشاهد فيها لاعبين الهلال باستمرار أقل بكثير مما يستلمونه من ملايين طبعا ليست يعني الأجانب والمحليين الأجانب والمحليين طبعا الأجانب قصة أخرى لأن الجانب في تصور أقل من طموحات الهلال حتى الدور السعودي كله بأكمله ما فيه إلا عمر السعودي مع الفوارق طبعا فيه لاعبين جيدين يعني في الأندية الأخرى قصة اللي عام الفارج معاك في عمر السعودي الوحيد اللي لاعب أجنبي تقول يفرق عن لاعب السعودي أنا مقياسي دائما عن اللاعب الأجنبي يابد أن يفرق بمسافة عن اللاعب السعودي يسوي الإضافة الكبيرة لكن إذا كان فقط في مستوى اللاعب السعودي ما أشوف أنه لاعب أجنبي إضافة هذه نظرية يجب أن يعني بدلاً ما أجيب أربعة أجيب اثنين مميزين أحسن من أجيب أربعة بعض من يجلس احتياط في الأندية لللاعبين السعودي طيلاً ما يسوي الإضافة فالنية الهلال ما كان يعني ما كان سيئة تلازر تكب كوارث اليوم؟ لا صعب تقول كوارث صعب لكنه فعلاً أخطأ يعني للأمانة أخطأ في عدم إخراج اليو اللي كان عالة طول المباراة عالة لأنك طول الوقت بعد ما سجلت الهدف طول الوقت والفريق الريان تارك مواقعه في الدفاع كان يفترض يكون فيه لعب سريع مثل عمر خربين اللي عنده الاستعداد أن ينطلق خلف المدافعين ويجري بالكورة ويجري عند الكورة الطولية اللي رايحة عندها الاستعداد هذه الجزئية اليو ممكن أنت لما تلعب ضاغط وطول الوقت عندك أوفرات كثيرة وعرضيات متكررة طول المباراة تحتاج واحد بإمكانيات اليو اللي هو اللمسة الأخيرة للتسجيل اليوم طول المباراة اليو يحتاج إلى مسافة يحتاج إلى مساحات يحتاج إلى الجري في المساحات ما يقدر يسويها لأن تكوينها البدني ما يساعدها كان يحتاج إلى واحد مثل الدواردو ومثل عمر خربين هم اللي ينطلقون بين المدافعين وكان يحتاج لعب بكل أمانة لا زال ليس له بديل اللي هو محمد الشلوب كثير ينتقدني كثير يقول لك يا أخي محمد الشلوب انتهى محمد الشلوب كبير في السن بالوضع الحالي بالأسماء الموجودة في الهلال أنا شخصيا على المستوى الشخص يتكلم فنيا أنا أحط محمد الشلوب بعدين أحط زملاء أهلي معه لأنه الوحيد يلعب من بداية المباراة من بداية المباراة ممكن يلعب 70 دقيقة آخر 20-25 دقيقة يتم استبداله في حال تقدمت أو سجلت أو حسب ظروف المباراة لكنه لاعب التمريرة لاعب المساندة اللاعب اللي يفتح لزملاءه اللاعب يلعب بعقله الباقيين احتفاظ بالكرة جري بدون تركيز فيه جهد حتى دواردو الاسم الكبير اللي كان موسم الماضي كان مميز لن يستطيع يقوم بدور نفز مثلا أو محمد الشلوب اللي منطقة المناورة يستلم ويسلم البينيات ويترك المهاجم هو نزل ثلاث تمريرات طبعا ما نقول والله اليوم هو أخذ حصل لاعف المباراة عشان يمكن هدف الحاسم يعني بالنسبة له هدف فوز نحن ممتقيم فني ممتقيم فني لكن حتى في ضربة الجزاء يعني بكل أمانة أبو إبراهيم يعني راح يتصدى لها في وقت حريت جدا ممكن تضيع لكنه بكل ثقة لعبها بثقة اللاعبين الكبار بكل أمانة أنا أقول محمد شلوب لا زال يفترض أن يكون متواجد مع الفريق الأساسي وإعطاء اللاعبين المتمكنين في الأداء مثلا اليوم إخراج عطيف عبدالله كان خطأ هو اللي كان يبدأ الكورة الصح من البداية ما كان المشكلة عشان يكون بديل خيبري ليس تقليل من الخيبري الخيبري جيد لكن عطيف ما كان عنده مشكلة المشكلة كانت في الهجوم تحتاج إلى السرعة كورة توصل عند اليوم يلطر يطلع خارج الصندوق هو فكر أنه يحافظ على الهدف اليوم بسجنة خطأ حافظ على هدف فريق جايك ألعب السريع خلف المدافعين لأن التعادل تعتبر نتيجة سلبية بالنسبة للهلال طبعا طبعا لكن على كل حال أنا أقصد بتفكير الدياز لما تدافع مثلا ممكن في أي وقت يجي هدف وتطلع متعادل أولا عدم إخراج اليوم إخراج عطيف كان خاطئ في تصوري تأخر إشراك الشلوب يعني على أقل الشلوب كان من وقت مبكر سيدك كله أخطاء كثيرة يعني أنا أقولك هذا لكن بكل أمانة يجب أن لا نقصوا كلنا على المدرب أنا أحمل جزء كبير من النسبة على اللاعبين اليوم لاعب سيء هو هداف ويمكن المدرب يبقيه في أي لحظة مثل ما تكلمنا عن عمر السومة بس بطريقة أخرى بالتسجيل يعني في أي لحظة يتوقع أن اليوم يسجل جاءت فرستين يسجل منها هذه قدرات اليوم يسجل منها ومع ذلك ما سجل وأنا الآن ما أنتقدع الفرص لضاعت لأنه طبيعة تضيع من المهاجم لكن الدور عندما تكون قرة في حوزة ظهري الجنب أو لاعبين وسط يريدون لاعب يأخذ المدافعين ويأخذ البينيات اللي فيها السرعة هذه مهمة موجودة الحقيقة عند اليوم أبدا طيب أبو محمد تعتقد أنه الهلال اليوم تأثر من الضغط النفسي بسبب المنافسة في الدور المحلي أنت عارف أنه الفارق النقطي وليس الفارق اللي يعني كبير والأمر الآخر أن الهلال يلعب مباراة مهمة قدام الاتحاد ومباراة تعتبر مفصلية يوم الأحد الجاي لا لا أعتقد لسبب بسيط أن الهلال طوال السنوات الماضية كان بتوقف بوري أبطال آفسية وبينافس وبينافس في المحلية بس ما يجي بطولاتك بس وصل في المراحل يعني أنت لما أبو محمد معلش لما تضرب مثلا تقول والله كاني نافس على الدور وجاب الدوري ومثلا وجاب آسيا بأقول لك معك جاب الدوري خلق أستاذ أبو محمد أنه تأهل لأدوار الثانية بس ما يضرف فيها مثلا يعني أنه بعيد عن الدوري لخمس سنواتنا الهلال يمكن وهذا فكرة أنا وجهت نظري أعتبرها خطأ أنت لما تشعر أنك أنت فريق الهلال يمكن أن تحقق كل شيء خطأ يعني خطأ أنك أنت تشعر أنك أنت لازم أي بطولة تشارك فيها تحققها هذا ما فيها استراتيجية ما فيها الاستراتيجية فنية ولا فيها حتى معنوية للاعبين تتشعلهم تحت الضغط يعني الآن المشجع الهلالي أفترض أنك أنت الآن من بداية الموسم توضح المشجع الهلالي أنا ترى هذه السنة طموحي الدوري والآسوية الغير كذا الهلال الآن لو خسر مثلا في أي منافسة أخرى ما رح يتحول الجمهور الهلالي اليوم بالتاتة اليوم يعني حتى وهو يتعادل مع فريق بيروزي في مباراة خارج أرضه المباراة الماضية في مسقط وهي تعتبر أرض الفريق الإيراني اللي اختارها كأرض يلعب عليها الجمهور ما رح يحمل الهلال رغم أنه منطقيا هي نتيجة إيجابية أنك تتعادل مع فريق على أرضه بهدف وفريق الآن هو متصدر المجموعة يعني من سلبية فالهلال دائما تحت الضغط بحكم أنه ما في عندنا بتحديد استراتيجيات أو تحديد أولويات لهم في كل موسم يبغلون حقوم كل البطولات لكن خلينا نتكلم عن الهلال اليوم في اليوم غير مقنع يعني مع التقدير يا احترام الرهيارة القطري المفترض أنه يخرج على أقل بنقطة التعادل مع هذه المباراة وهي لو حصلت أعتقد أنها ستلعكس بشكل سلبي تماما على الفريق في المباراة القادمة أمام الاتحاد لأن الجمهور ما رح يرحب صحيح كلام صريح إنك تخرج متعادل مع فريق وفترض أنك تتفوز عليه يعني منطقيا لما تتكلم يعني أنت لما تأخذ الجدول جدول مسابقة كاس آسيا أمامك قبل ما تبدأ قبل ما تبدأ قدامك تحط الريان في الرياض ثلاث نقاط بيروزي تعادل أو فوز يعني تحط أمامك هذه المباراة اللي هنا كانت من ضمن اللي عليها صح أنه ثلاث نقاط خرج ما تخرج بأقل من كذا المستوى كان سيء بس خلينا أقول نقطة أخرى الدكتور قال نقطة وفعلا أنا يمكن الكل تحدث عنها وأنا من الناس اللي شاهدتوا في المبارا اللي عبدالله عطيف عبدالله عطيف كان بيقدم الكرة السهلة الكرة السهلة اللي لها جانب هجومي أكثر وإنت إخراج عبدالله عطيف وإدخال عبدالملك الخيبر في وقت أنت تحتاج أنت تحتاج إلى الكرة الهجومية الأكثر مش الكرة الدفاعية بالتالي أعتقد أن الخطأ ما يوقع فيه مدرب يعني محترف ومدرب كبير تعتبر أخطاء كوارثية؟ مش كوارثية لكن نقول أخطاء مدربين لأنه في الأخير يمكن الكابتن يفهم أكثر مني في الجانب أنه أنه أحيانا أنت قراءتك غير قراءة المدرب له قراءة مختلفة تماما حلنا كلنا لو كان أحلى بنفكر لفسك فيه مدربين كان أحلى كلهم يكون مدربين نبعد على الدكة وندرب في الأخير له فكرة مختلفة عنك لكن أنا أتكلم بالشيء اللي أشوفه أنا الهلال اليوم لما يكون هلال مقنع التغييرات لم تكن غيرات مقنعة حتى الشلهوب وجهة نظر أنه نعم الشلهوب ترى وجوده في تصف الملعب من بداية المباراة أنا أفترض أنه الشلهوب يبدأ حتى يستنزف إذا استنزف يطلع يعني ما أجيب الشلهوب في وقت باقي خمسة دقائق وأقول له عدل الباراة مو صحيح لأنه لا سن يخدمه ولا رسم المباراة يخدمه أنا أبدأ بالشلهوب حتى يستنزف إذا شعرت أن الشلهوب استنزف في شوطة ثاني في دقيقة عشرين بعد جهة شوطة ثانية أطلعه هذا وجهة نظر في هذا الموضوع وهي تأكيد لكلام أبو الوليد